اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المطبخ وتنظم بيه لوازم وتنظيف الموعين زي الليفة او السلكة او تقدر تثبتيه على حنفية الدش في الحمام وتنظم بيه الشامبو او الكريمات وهنا هنشوف عندنا منظم للزيوت والتوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ عندك بكل سهولة وطبعا المنظم ده بيبقى متقسم لجزئين كده اول جزء بيبقى مقسم لاربع خانات تقدر ان انت تنظمي فيه اربع انواع من الزيوت او السوسات والجزء التاني تقدر ان انت تنظمي بيه اربع انواع من التوابل البودر او التوابل الصحيحة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدر ان انت تنظميها فوق بعض بالشكل ده وتقدر ان انت تنظمي بيها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او مختلف الادوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظميها به وهنا معنا الممسحة دي وهي بيبقى لها كزا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظمي بيها الجدار او الدوليب او المريات او الشبابيت او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا اداة تقطيع تقدر ان انت تقطعي بيها الفكهة زي البطيف كده على شكل ايس كريم بطريقة سهلة قوي وجميلة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا معشرة جميلة جدا تقدر ان انت تقشري بيها مختلف انواع الخضار او الفكهة بكل سهولة والميزة اللي في المقشرة دي انها بيكون فيها جزء مخصص كده بيحتفظ بكل الاشور الباقية من الخضار او الفكهة اللي انت قشرتيها وهنا هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تثبتي بيها الملايات او المفارش على السرير عندك تحس ان الملايات او المفارش عندك تفضل ثبت على السرير ما تتحركش بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التسبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظمي بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفصلي وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت بنظموها جوه التلاجة عندك سواء ازاي زصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحزايا اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لأدوات ولوازم التنظيف تقدر ان انت تثبتيه عندك على حنفية حد المطبخ وتنظم عليه مختلف أدوات ولوازم تنظيف المواعين زي الليفة وسلكة المواعين وغير كده بيبقى فيه حامل تقدر ان انت تنظم عليه ثوات المواعين وهنا هنشوف مع بعض عندنا رفة تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشمعات قبل المشابك وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا أدالة تنظيف طريقة تصنيمها عملية جدا تقدر ان انت تثبتي عليها مختلف أنواع المناديل واللي تقدري من خلالها تنظفي مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده هنا عندنا مجموعة من الأكياس اللي تقدر ان انت تنظم بيها البوكاليات تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم السكر أو الدقيق أو الرز أو مختلف أنواع البوكاليات أو التوابل اللي بتكون عندك بعد كده هنشوف عندنا أداة للتنظيف والأداة دي بتكون مخصصة لزوايا الشبابيك طريقة تصميمها بتساعدك جدا ان انت تنظفي كل زوايا الشبابيك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المنفضة أو الزعافة اللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الأدوات والأجهزة اللي بتبقى موجودة عندك تقدر ان انت تحصلي من خلالها على أفضل نتائج التنظيف وطبعا تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا أداة تقدر ان انت تثبتيها على مختلف العبوات وهي بتساعدك ان انت تستخدمي كل العبوات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطبعا زي ما انت شايفة كده معايا الأداة دي بتشتغل بالإشعار هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الأطباق والشوك والتكاكين والكبايات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم لتنظيم سائل سابون الموعين والمنظم ده تقدر ان انت تثبتيه جنب الحوض في المطبخ أو في الحمام وطبعا استخدامه بيكون سهل وعملي جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للأحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رفك كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الأحزية بطريقة مرتبة جدا وده طبعا بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك وده فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا جديد والنهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده اللي بتساعدنا على تقسيم تنظيم بيه المنظم والأفكار والحيال من المنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمنبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتتعبنا على ادوات عملية جدا ومكلفة سواء في تلاجة او في المطبخ او في البيت والحيال يومية وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة اقولك على الطرق الا ادوات دي من خلال تجيب كل الادوات اللي انت مستدر بيه امختلفة ولو لست مشتركتشل قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرز الاشعار المنكر عشان يصل لك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على الانت ويلا بينا بقى دلوقتي بتاقي المعباد وما تشوف ونتعرف على الادوات اللي هاتف معنا بالفيديو ده وزايا نقدر نحن نتقدمها ومستفيد منها ودهو الادوات اللي بتعارد ما هو مستفيد منها وداعنك تدعميني وتدعمي اشتراك 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 وبتوصلك لحد داب البيت ومصاريف الشحن على حي استخدامه وطبع مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ماذا مصاريف شحن التطبيقات اللي تمكنكم عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على استخدامه دي بتكون سهلة جدا بتكتب خانة البحث في الفيسببوك او امير،جران عن الادوات المنزلية وبتقدري توصللها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالطة فهي المحلات الموجودة في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي او زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وهذا العرايس. بس كده دول تلات درق اللي تقدر ان انت تخصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. ويا ريت طبعا لو اي حد يعرف ما كان عنده المنتجات دي اتمنى ان يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة. وبس كده ده كان فيديو من نهاردة. اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم. اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا التنادي. بالضغط على زل اللايك والاشتراك. ولو عندك اي استخدار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات. وهرد عليه كفاءة ربق. بعد كده تعالين سوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفكهة. تقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخضار او الفكهة بكل سهولة في البيت.